السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ايمن شاوي من قناة طرق الفلخيل لتعليم الكمبيوتر ان شاء الله في الفيديو ده اعرفك ازاي تنزل تعريفات لأي جهاز كمبيوتر او لابتوب مهما كان مركده اولا لو انت اول مرة شوف فيديوهاتنا ما تنساش تخطش طرق الفلخيل لتعليم الكمبيوتر وتشترك في القناة وتفعل جراز التنبيه عشان تشوف فيديوهاتنا الجاية اول باو طب ازاي اخليك تعرف اي جهاز كمبيوتر او اي جهاز لابتوب بكل سهولة طبعا التارية اللي انا اقول لك دي لها مميزات ولها عيوز من عيوبها اللي لازم يكون فيه انترنت شغال على الجهاز بتاعه او جهاز اللي انت اعزه تعريفات وسؤلتها اللي البرنامج مساحته خفيفة جدا وتقدر تعرف فيه اي جهاز ما مكان نوعه او الموديل بتاعه اسكان بقى عايز تعرف فيه كارت شاشة او كارت صوت او كارت انترنت او اي حاجة البرنامج بسيط جدا مساحته تقريبا في حدود 6 ميجا ودي طبعا مساحة صغيرة جدا اسيب لكم رابط البرنامج اسف الفيديو اولا هو اسمه driver bag online ميزة اللي هو مش مساحته كبيرة فيه طبعا نفس البرنامج بس بتكون مساحته كبيرة اخر الزغط تقريبا معدي 13 جيجا مساحته كبيرة جدا ده مساحته 6 ميجا خفيف جدا الميزة بتاعته اللي هو بيجيب لك التعريفات بسرعة وسهولة من عن طريق الانترنت هعرفكم ازاي تستخدموه دلوقتي انا هشغل البرنامج اندوس yes هيبدأ معانا يسطى ببرنامج عندي عجاز البرنامج ده جميل جدا دلوقتي عشان يتسبت عندي عجاز يخب من ديئة لخمس ديئة فبيقول للرجاء الانتظار فانا هنتظر شوية دلوقتي بعد اما بننتظر ديئة والخمس ديئة واصلا معداش ديئة اصلا بيجيبلي الشاشة ديه اللي انا شغال عليه او اللي انا عايز انا نزل له التعريفات عليه طبعا لو جاهزك لابتوب بتانس كان بقى لينوفو ديل اتش بي اي موديل تاني هتقدر تنزل له التعريفات بكل وصلة او اي جهاز كمبيوتر تعال نبدأ واعرفك ازاي انا عايزك هنا ما تلعبش في اي حاجة من دي يعني دي مش حاجة تلعب فيها تخلى ايه تخلى زي مية كده ايه عمتا اول لما بتشغل بتبقى الجزئية ديت بتبقى قريبة من النص فانا عشان منازل التعريفات فجايا لي كده اللي انا مش محتاج اصلا تعريفات تمام فانا اخلىها في النص عشان اوريك حاجة هنا بيديك هنا اسامة التعريفات اللي انا محتاجها في الجهاز مدين هنا البلوتوز ومدين هنا كارت الصوت وعندي هنا مدين الكيبورد فانا هدوس تثبيت كافة الاعدادات انا هجرب معاكو يعني بس انا هلغيها عشان اوريكو حاجة تاني بس ايه مفروض تبقى عندكو في الجزئية دي يعني خلي بقى لك برضا عشان ما تعملات زي لانا كده كده اصلا عشان بسطى بالتعريفات بازالي تعريفات فانتا مفروض تبقى هنا قريب من النص بحاجة بسيطة فقدمك حلق لانما تدوس هنا تثبيت كافة الاعدادات تلقائيا وهو يتعامل مع نفسه ينزلك التعريفات مع نفسه ينزلك البرامج اللي هو محددها لك لانما تدوس هنا على وضع الخبراء وتحدد وتشوفي التعريفات اللي هتنزلك ايه وتلغي لو في حاجة متقرارة تقدر تلغيها والبرامج اللي انت مش عايزها زي برنامج تصفح برامج ملتيميديا لو انت مش عايز الكلام ده كله ومش عايز ينزلك برامج اضافية تقدر تدوس على وضع الخبراء وتحدد اللي انت عايزه ينزل بالزبط او التعريفات اللي عايزها تنزل او البرامج اللي انت عايزها تنزل بالزبط فاحنا هندوس على وضع الخبراء وهوريك التعريفات والحاجات دي احنا هنحددها ازاي وهنتعامل معها ازاي في هنا وضع الخبراء هندوس عليه هندوس على وضع الخبراء الفرق من الشاشة اللي فاتت والشاشة دي الشاشة اللي فاتت لو دست على فوق بيسبت لك على طوب جماعة التعريفات تمام? وفي حاجة تانية. بينزلك برامج معها. برامج بيكون محتاجة للجهاز. انا عن نفسي انا مش بيحتاجة يعني. بتدوس هنا على كلمة برنامج. دي البرامج اللي هو بيسبتها لك من عن طريق الانترنت. تمام? فانت لو محتاجها تسيب عادي يسطب لك الحاجات اللي هو بيقول لك انا شايفها كويسة لك. اللي هو برنامج تصفح. برنامج مالتي ميديا تشكيل الافلام. برنامج شات. حاجات زي كده بينزلها لك. فانت لو عايز تنزلها. فانت لو عايز تنزلها بتحدد صح هنا ويتكمل بقيت الشغل بتاعك عادة هتلوم بقى اربعة هنا بص هتلاحز ان هي بقت اربعة. لو نخش على البرامج هنخليه مسلا اقول لنا انا عايز البرنامج ده. خش على تعريفات بقيت خمسة هنا. واتلاحز برضو ان العدد بقى خمسة هنا. كده بينزل لك تعريفات زائد برامج. انت لو مش عايز تعريفات انا عن نفسي انا عايز انازل تعريفاتي بس مش عايز انزل البرامج دي. فبيقول لي كده في تعريفين. هنا بقول لك اهم التعريفات الضرورية اللي انت عايزة هتلاحز بقى ان كارت الصوت والشاشة وحاجات تعريفات كتير او انت محتاجة على الجهاز. طبعا انا مش عايزك تحدد كل ده. هتلاقي تلقائي اصلا البرنامج محدد لك التعريفات الاساسية اللي مفروض تنزل على الجهاز. يعني انت مش هتحتاج انك تحدد حاجة تاني. بس انا عشان منازل جميع تعريفات الجهاز. بقى هنا تحت هنا بيقول لي تحديس التعريفات. لو انا عندي تعريفات وعايز احدثها. بس نصحة مني. ترى ما انت منازل تعريفاتك وشغالها كويس. ملوش زوم انك تحدثها. عشان بعض التحدثات لو جيت تعملها ممكن تعطل لك التعريف ده. دي نصيحها. فانت انا ما تعريف شغال ما تحدثوش. انت نزل تعريفاتك بالترى اللي انا قلت لك دي. بعد كده اخر خطه هتدوس التثبيت على الكل. كل التعريفات هتنزل. هنا بقى الاعدادات. لو حابب تشوف اه التعليمات اللي هو بيقولها لك هنا. انا اصلا كنت اخر مرة كنت لغيها. وهنا اللغة لو حابب تغير اللغة من العربية لاي لغة تانية. وهنا مكتوب درايفر باك اوفلاين. درايفر باك اوفلاين. اللي هو بتنزل برنامج درايفر باك دوت اللي انا مشغله مساحته ستة ميجا. هينزله لك في حدود مساحته عشرين جيجا. لو انت عايز تنزل البرنامج ده ويشتغل بغير انترنت والتعامل معها على اجهزة تانية. هو طبعا الميزة زي ما انا قلت لك المساحة بين الاوفلاين والاونلاين. الاوفلاين اللي هو بتنزل برنامج كامل مساحة عشرين جيجا. اللي هو اخر اصدار ده يعتبر. مساحته كبيرة لو انت مش هتقدر تحمل المساحة الكبيرة دي كلها والبرنامج ده. فهتقدر تشتغل بالاونلاين المساحة ستة ميجا. وتقدر هي هي اعتبر هي هي بس ده فرق اللي تب يشتغل بالنت. والمساحة الكبيرة ديت بيشتغل من غير انترنت. طبعا انتشغل من غير انترنت على جميع الاجهزة ده طبعا حاجة كويسة. بس انا بوريك الفرق بين ده وده. وانت على حسب استخدامك طبعا هتقدر تقاري انت عايز تحمل البرنامج اوفلاين مساحة الشينجيجا. ولا تشتغل بالمساحة الصغيرة الستة ميجا. فده بالنسبة للوفلاين. تمام? بعد ما بتلاقي التعريفات اللي انت عايزها متحددة. ومتأكد اللي هي دي التعريفات. كن انت عارف سوت مش شغال ان انت مش شغال. فقط كده كده بيكتب لك ايه التعريف مسلا زي كده بقول لك تعريف صوت تعريف انترنت بلوتوز. وبتلاقي مكتوب زي كده. بعد كده بده تثبيت علىك كل. طبعا الحاجة الاخيرة اللي انا اقول لكم الفرق بين البرنامج الاوفلاين والاونلاين. الاونلاين اللي انا شغال عليه اللي هم ساحة صغيرة ولازم يشغل بالنت وتنزل تعريفات من خلال الانترنت. دوت ما بيحتاجش امكانيات عالية عشان تشغلوه. فاما برنامج الاوفلاين من ساحة وعشرين جيجا. ليه متطلبات تشغيل طبعا. اه مش يعني امكانات جهازك مش قوية انصحك اللي هم تنزلوش لانه هو يبقى بطيء عليها. الاصدار الحديث دوت. فده بس الفرق اللي انا حبيت اوضحه لك. اسمدوك رابط البرنامج اسفل الفيديو عشان تقدروا تحملوك كل سهولة. ولو عندك اي سف سؤال اكتبنا تعليق في اسفل الفيديو ورسلنا نصحيتنا على الفيسبوك لفعل الخير لتعليم الكمبيوتر. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل جرس التنبيه عشان تشوف فيديوهاتنا الجاي اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.